اشتركوا في القناة احد اشهر ملاكة الابل في المملكة فيما نعوه مسئولون وشعراء وشيوخ على مواقع التواصل الاجتماعي واقدت المصادر السعودية ان سبب وفاة الشيخ وقعيد الشلاحي جاء بعد معانا مع المرض في الفترة الاخيرة مشير في الوقت ذاته الى ان التحضيرات تجرى لتشيع جثمانه والصلاة عليه ودفنه في الساعات المقبلة ان لله وانا اليه راجعون وكتب الشار محمد السكران رحم الله الشيخ قعيد الشلاحي وغفر له وتجاوز عنا وعنه ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان وارحمنا اذا سرنا الى ما صار اليه استيقظ المواطنين السعوديين فجر هذا اليوم السبت على خبر وفاة الشيخ قعيد الشلاحي وهذا الخبر اسار عدد كبير من المواطنين الذين يتواجدون على السوشال ميديا والذين حزنوا كثيرا لسماع هذا الخبر ان لله وانا اليه راجعون